اشتركوا في القناة الشورى والنواب خلال الفصل التشريعي الخامس للبناء على ما تحقق من منجازات تشريعية ونجاحات وطنية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدة وأشهد معالي بالتعاون الفاعل والتشاور البناء والعمل الوطني المشترك بين سلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن اللقاءات الثنائية والاجتماعات التشاورية والتنسيقية المتعددة التي شهدها الفصل التشريعي الخامس أسهمت في تحقيق توافقات كبيرة وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين مقبلة على استحقاق انتخابي جديد في وقت يتعظم فيه الوعي المجتمعي والإدراك بأهمية المشاركة في العملية السياسية مؤكدا أن المملكة ستشهد فصلا آخرا من فصول نجاحاتها الديمقراطية ومنجزاتها المشهودة في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر